بعد الإقبال الكبير والمشاركة الفعالة من المواطنين تم مد فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يوليو الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من السلع والتخفضات التي أتاحتها المبادرة في كافة أنحاء الجمهورية مبادرة ممتازة جداً وإحنا نشكر رئيس أنه عملين المبادرة دي كل السلع الأساسية متوفرة وكترة وموجودة بعكس أماكن تانية كتير وبلاد تانية كتير لأن عندهم مقصو في الحاجة دي إحنا الحمد لله ربنا كرمنا ومتوفرة لنا الحاجات دي وبأسعار كويسة فربنا يخليني السابت الرئيس يعني نشكر السابت الرئيس طبعاً على المبادرة ونتمنى تطول أكتر من كده بكتير نحن نحتاجين سلع كتير منها بفرج بأسعار وفرة كبيرة في المعروض على شتى أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة في كل فروعها بإجمالي ألف واسنين منفزاً لكبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية موضحةً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية التي أثرت على كافة المنتجات نحن مجرد انطلاق مبادرة كلنا واحد واشتراكنا فيها عهدنا الله وعهدنا الشعب المصري نحن نرفع ليبقى المبادرة البسيط واحدة مبادرة كلنا واحد من برحلة 22 مادينا المبادرة لحد نهاية شهر 7 وبتخفضاتها 60% نحن مكملين بكل السلع المطلوبة للسلع المصري كلها موفرينها بأسعار مناسبة نشكر السيد الرئيس عفتاح السيسي على المبادرة ديت لأن نحن كل حاجة بنجي هنا للاقيها متوفرة بالنسبة للسلع والأسعار بتاعتها كواليسة جدا بنشكره أنه هو حاسس برضو بينا بالمواطن بالنسبة للأسعار والحاجة المتوفرة فيش حاجة نقصة وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية تشارك في المبادرة منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية من خلال منافزها التي تصل لألف وستة وعشرين منفذا سابتا ومتحرك متواجدة في الميادين والشوارع الرئيسية المنتشرة في كافة المدن والمحافظات بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام أنا كنت دخلة صراحة ومنفذ أمان عشان أجيب شوية حاجات من هنا للبيت فلقيت مبادرة كلنا واحد بيوزعوا كاراتين حلوة ب50 جنيه وستعرها حلو قوي هنا كل المنتجات وكل أسعارها كويسة فيها كل كماليات البيت وقد حرصت الوزارة على الإعلان عبر موقعها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية على أماكن تواجد المنافز السابتة والمتحركة للوصول إليها بكل سهولة ويسرى ترجمة نانسي قنقر